ومن تونس إلى الجزائر حيث تظاهر المئات من المواطنين بمدينة تاقرت التي تبعد عن العاصمة بنحو 680 كم للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية وكذا بالإقصاء وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية وأظهرت أشرطة فيديو وصور تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي المواطنين بهذه المنطقة الواقعة شمال شرق الصحراء الجزائرية وهم يتظاهرون للمطالبة بالتشغيل والتعبير عن رفضهم عما أسموها بالحجرة وأجهى المتظاهرون انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين عن ملف التشغيل مطالبين بالتحقيق في مصاطر التوظيف كما رددوا شعارات مناوئة للحكومة الحالية والتي اتهموها بالعجز عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد نبقى في الجزائر حيث أثارت وفاة طالبة في مقر السكن في إحدى جامعات الجزائر العاصمة أثارت غضباً في صفوف زملائها والذين نددوا بتردي ظروف العيش في الجامعات الجزائرية وتوفيت الطالبة يوم السبت الماضي بعد حصول تماس كهربائي في غرفتها وذلك في المقر الجامعي ولاد فايت الذي يقع في ضاحية الجزائر الغربية ومنذ عطلة نهاية الأسبوع نظم التظاهرات في مقار سكن جامعية عدة في البلاد للتنديد بوفاة الشابة والمطالبة بتحسين ظروف الإيواء في هذه المقرات وذلك وفقاً لمقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وردد عشرات الطلاب في احتجاج شهد وحرم ولاد فايت الجامعي مساء الأربعاء شعارات أكدوا فيها أن الطلاب يقعون ضحية لغياب روح المسؤولية لدى المسؤولين عن الأحياء الجامعية ترجمة نانسي قنقر